لأول مرة منذ عقدين ضربت الأرض عاصفة شمسية جيومغناطيسية من المستوى الخامس على مقياس من خمس درجات وهو مستوى يوصف بأنه شديد وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003 وفق ما أعلنت الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي نجمت العاصفة عن وصول سلسلة بعثات خمسة كتل إكليلية من الشمس إلى الأرض في حين توقع استمرار العاصفة خلال هذا الأسبوع مع وصول مزيد من تلك الإنبعاثات وفق الوكالة في العراق كباقي دول العالم كان التنبؤ والتخوف بين عموم مستخدمي منصات التواصل حول أثر تلك العاصفة الشديدة على الأرض عموما والعراق على وجه الخصوص تحديدا بعد أن كشف نظام تحديد المواقع العالمي جي بي أس بأنها قد تطالها العاصفة وخصوصا شبكات الطاقة والمركبات الفضائية والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات العاصفة التي ولدت ما يسمى بظاهرة الشفق القطبي وهي تحول لون السماء ليلا إلى لون بنفسجي ظهرت بالفعل في جميع أنحاء أوروبا والولاية المتحدة الأمريكية وتعتبر هذه أعلى عاصفة جيومغناطيسية منذ عام 2005 لكن ليس لها تأثير مباشر عن الإنسان بشكل عام إلا أنها قد تضر بنظم تكنولوجية مهمة لدول العالم